السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلوغلا فيكم نورني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ في سرد القصة اللي أول مرة يشوفني يضغط على زر الاشتراك وكمان أعطوني لايكات كثير لهذا الفيديو ولمحبين القصص سيلاقونها في قوائم التشغيل في قسم قصص حقيقية أستمتعوا بسماعها ونبدأ بقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلوغلا أنا بنت ولدت في أسرة متوسطة أكبر مني ولدين وبنت فوقت أمي ما حملت فيني كانت تعاني من مشاكل مع أبوي في هذه الفترة تزوج عليها مسيار وكشفته راحت عند أهلها وتعبت نفسيا وجسديا فأغلب حملها فيني كانت في المستشفى أبوي تورط في قضية نسب لمولود فدخل السجن لشهور يعني أنا ولدت لعائلتي في ظروفهم النفسية جدا صعبة أمي ما رجعت لأبوي إلا بعد طلاقة من الزوج اللي أخذها مسيار وبعد ما خرج حتى من السجن رجعوا البعض عشان الأطفال فكان بينهم فجوة وزعل وجفاف عاطفي كبير وعقاب نفسي من الطرفين وللأسف أنا كنت الضحية أولا أنا ما كنت جميلة أبدا يعني ما شاء الله أختي كبيرة بيضة بيضة مرة وشعرها طويل وناعم رغم أن عمرها يعني ما يوصل خمس سنوات وأخواني كذلك جميلين وحتى أمي أبوي يعني مرة حلوين أنا طلعت على جدي قمحية يعني ملامح حادة شعر كيرلي لي جمالي الخاص لكن للأسف يعني كنت محط أنظار المقارنة من كل الناس يعني من أهلي من أقاربي لدرجة حتى مشاعر أمي أبوي تجاهي كانت باردة كبرت وقبل سن المدرسة كذا أنا كنت ذكية كنت أسمع الحريم لما نيجون يعني عند أمي يقولوا لها كذا أنه يو ما تشبه أختها ما تشبهكم دي ما تشبهك ما كأنها بنتك وغير هذا الكلام كثير كل يوم من الحريم لأمي خاصة أن لما كانت أمي تجلس كذا مع خالاتي كانت هذه عندي أتعس وقت لما نيجون خالاتي يعني تقضي وقتها كله في السوالف عن حملها ولادتني فيني يعني فيني وتكره الذكريات كلها المرتبطة فيني تكره كل شي كان يعني في ولادتي معاها مرتبط كلما شافتني كذا تحس أني أنا أذكرها بالماضي لأليم حقها للأسف أني دخلت المدرسة ونفس الشي حتى المعلمات كانوا إذا قارنوا اسمي بالمدرسة باسم أختي قلونا يا الله هذه أختيك ما تشبهك مرة ما كأنكم أخوات الاسم بس يجمعكم مع السنوات ومع هذا الكلام صارت أختي يعني شايفة نفسها علي صارت تتفشل حتى مني فلاحظت يعني تفرقة بيني وبينها حتى في الملابس يعني كنت يعني أنا سمينة شوي وأمي عذرها ليه يعني كذا بنتك ما تهتمين فيها كانت تقول ما تلقالي لبس حلو يعني أنا دبا ما تلاقي لي ملابس يعني بسهولة فكان كل الاهتمام منصب على أختي هذا الكبيرة أنا بدأت أكرهها مستوى الدراسي نازل ومشاء الله متفوقة ودلوعة الكرف والشغل والتعب كله علي أنا والله العظيم يا جماعة حتى في الأعياد فرق في الملابس هي تروح تختار على كيفها الملابس اللي تبغى أنا لا هم كانوا يجيبونها لي بحجتيش أني أجلس مع أخواني يعني أجلس إنتي مع أخوانك حنب نجيبلك فكنت أتألم خصوصا يعني بسن مراهقة أختي ازدادت ما شاء الله جمال وبياض ورشاقة وكانت أجمل البنات بعدي أنا أمي ما جابتي اللعياء فكنت أتمنى يعني تجيب لي أخت سمرة صرت أحاول ألفت الانتباه خصوصا وقت الثانوي يعني أحيانا أسوي نفسي مريضة وأبكي أبكي أحيانا أمثل أني مغم علي أحاول أني ألفت الانتباه بأي شي يعني بالمعلمات أبغامين تبهولي لأهلي لصديقاتي كنت تميرض يعني بشكل مو طبيعي لدرجة أني مرت الصدق صدق صار عندي التهاب في الجهاز الهضمي فصرت وقتها ما أعرف يعني إلى النوم ولا الأكل وقتها صرت انطوائية فصلت من المدرسة وأنا ثاني ثانوي جلست في البيت طبعا أختي كانت في الجامعة ومشاء الله عليها متميزة أنا اللي كنت أطبوخ أن أضف هذه الفترة اللي أنا جلست فيها في البيت أدمنت قراءة الكتب يعني خالي كان مثقف وكان عنده يعني مكتبة سواها لنا في الملحق ما أبالغ لو قلت أني يعني قرأت كل الكتب اللي كانت في هذه المكتبة الكتب الزينة الشينة الغريبة كلها قرأتها يعني مكتبة خالي كانت توصل لين السكفة ما كان عنده يعني مكان إلا الملحق حقنا يحط فيه الكتب فيا الله حسني من كثرة القراءة والإطلاع أحسني كبرت قبل عمري فبعض الكتب اللي كان يقتنيها كانت حتى ممنوعة دوليا وفيها من اللي تخص الطيب والشعوذة أشياء روحية فيها روايات فيها كتب عجائب وغرائب نسيت عالمي صرت مدمنة قراءة والإطلاع هذه الفترة ربي لطفيني يعني ما أثرت فيني الكتب بطريقة سيئة بالعكس يعني ساعدتني أني أفرق بين الصح والخطأ وازداد وعي الصحي صرت اهتم بنفسي أني أتعالج نفسيا من الكتب وحتى جسديا يعني من كتاب الداء والدواء وكتاب الطب النبوي اهتميت بصحتي وصرت رشيقة جميلة ثقيلة واعية لكن خسرت مجتمعي صاروا مو جوي ما أعرف يعني أسولف معاهم أحس اهتماماتهم تافها أهلي كل وقت بس نقد لي نقد نقد ومدح الأختي هذه لذلك أنا ما صرت أحذر مناسبات ولا حتى عزايم أختي جاها نصيبها وتزوجت فكانت أول طلع لي يشوفوني الناس هذيك الليلة كنت مختفية قبلها تخيلوا ثلاث سنوات ما حد شافني يا الله كأني أنا العروس وقتها مجتمع غريب علي حتى الأعياد أنا ما أطلع مناسبات اللي ما عدا أطلع مرة أخاف من كلمة بنتك ما تشبهك ولا ما تشبه أختها هذه الكلمة من جد ترى عقدتني فتزوجت أختي ضابط غني وشاب وسيم لكنها من أول شهر رجعت تتشكة يعني ورجعت حامل وبدأت يعني معاناة الزوج الشين اللي ما يقدر وفي نفس الوقت هي تحبه وعجزت حتى إنها تتركه صاروا الناس يتقدموا لي وأبوي يبغاني أوافق على أي أحد كل ما رفضت قال أنت مو حلوة من أبي يتزوجك يعني فكنت أسكت وأصبر إلين سبحان الله شاء الله وتقدم لي شاء ما يقل عن زوج أختي لا رتبة ولا جمال ولا حتى عائلة حتى شافوني يعني في زواج أختي أبوي وأمي كانوا مستغربين أنه تقدم لي لدرجة أن أبوي يقول أمي صديقيني ترى بيشوفها بيغير رأي في النظرة متخيلين كيف كانت مشاعري وقتها ولكن الحمد لله تمت النظرة فجلس أبوي يسأل وقتها يعني ها موافق أنت عليها ترى بنتي ما هي جميلة لكنها مثقفة فقام قل له يا عم لا تقول كذا أنا ما شفت في حياتي أجمل بين بنتك والله العظيم إنه أول كلمة حلوة أسمعها في حياتي وللمعلومية بس أنه زوجي في الحقيقة أجمل مني أجمل مني بكثير لكن سبحان الله راضي فيني طاير هو أهله أنا الحمد لله مهتمة بنفسي وشكلي ورشاقتي ولا أبشركم كمان أصغر مني بسنتين لكن هذا الشيء ما ضرني التوفيق في النهاية من الله هو اللي يكتب لنا النصيب ما وقفتنا وكملت دراستي وجدت بناتي يهبلون زي أبوهم وتوظفت الحمد لله بوظيفة كويسة سبحان الله أختي كان نصيبها في الزوج يعني ابتلاء ما بين خيانات وسوء معاملة ومنهارة منهارة من التعب النفسي والجسدي والله أنا صرت أحزن عليها يعني أمي وأبوي صرت أساعدهم ماديا أبر فيهم ما أدخل بيتهم إلا ويدلي مليانة ما لي فضل طبعا لكن نظراتهم يعني كلها ندم يقولوا لي يعني سامحين وكذا أنا مسامحتهم لكن والله العظيم لو يدرون الرواسب النفسية يعني ما قدرت جاوزها أبدا ما قدرت حتى أني أتجاوزها أول ما أشوف أم تفضل ولد يعني على بنت أو بنت على ولد أو بنت على بنت أحزن أحزن على طول والله العظيم أني لدرجة أفقد لذة النوم ما قدر أنا سبحان الله حيانا يكون الحب نابع عن أخلاق الطفل نفسه هو يتودد لك هو يحببك في نفسه وسبحان الله يحبب أمه وأبوه يعني فيه بزيادة وبعضهم لا يعني تحسين شيطنة بسم الله عليهم يعني تخد الأب والأم يكرهون غصب عنهم لكن تذكروا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالعدل أخفوا مشاعركم يعني بتكفونا نرحمونا من المقارنات فلانا أجمل فلانا أنحاف فلانا أصغر فلانا أبيض ترى لنا قلوب مو حنا اللي اخترنا توقيت ولادتنا ولا حتى أشكالنا ولا أخلاقنا ولا حتى مستوان الدراسي تدروني أني كنت أكره يوم الشهادات بس عشان مقارنات أهلي في التحصيل فأحيانا الأم يعني تفضل الأولاد على البنات وتخليهم لا كذا يذلون أخواتهم يضربونهم وتعطيهم السلطة لدرجة أن الولد يحس نفسه أن يستحق هذه المنزلة ويصير سيئة حتى مع زوجته يعني لذلك لكل أم تميل للولد دون البنت تتقل لا في نفسك أنت محاسبة أمام الله في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة المقارنات بين الأخوان والأقران التنمر على الشكل اللون الشعر الحجم الابتزاز العاطفي التوقعات العالية للتحصيل الدراسي القمع المنع التفرقة بين الأخوان التدخل الأبناء في المشاكل الزوجية التحكم في الاختيارات الصغيرة والكبيرة أنا أختارها لك كل هذه تعتبر عنف وبعدها يجيون يعني يتسألون بعض الأبا والأمهات ليش أولادنا ما يبرون طيب أنتم فين حبكم فين حنانكم فين ثمرتكم اللي بدرتكم اللي غرستوها عشان تطلع الثمار وين إيش غرستو في أبنائكم من الصغر تأكدوا مليون في المية إذا ما عدلتم في المعاملة يعني بين أولادكم سواء بنت و بنت و بنت وولد أو العكس يعني حتلاقون نتائج سلبية تظهر بس إذا كبروا وإذا ما ظهرت هذه النتائج حرفيا حيكون في ترسبات داخل نفس الشخص يعني حاول أنكم تغرسون أشياء جميلة حلوة في ذاكرة أبنائكم و بناتكم عشان إن شاء الله لما يكبرون يذكرونكم بالخير على الأقل قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب من أعظم الدروس التربوية تكون في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لذلك اعدلوا بين أبنائكم في مشاعر المحبة والعطاء حتى لا يرميكم أبنائكم بالخطأ فهؤلاء أخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضمال مبين جاءت كل الآيات الكريمة والأحاديث النبوية كلها دالة على وجوب العدل ومحذرا من الظلم والجور أو التفريق بين الأبناء في الهبات والعطايا إلى هنا انتات قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله